السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ الان ان شاء الله مع شرح اطرابات اللغة. معظم اشياء الخاصة بالطرابات اللغة بيقسموا اطرابات اللغة الى لغة استقبالية ولغة تعبيرية. واللغة الاستقبالية تعني كيفية استقبال اللغة وفهمها ويدركها والتعامل معها. يعني انا بسمع عن طريق الجهاز السمعي. وعن طريق الجهاز السمعي ده انا بحلل بستقبل كل ده خاص باللغة الاستقبالية. وبعد كده بعد ما احلل واستقبل ويصل الى المخ ويبدأ الاستجابة بعد ما انا استجيب كلاميا يبدأ اللغة ايه التعبيرية. طيب اطرابات اللغة الاستقبالية يقصد بها اي صعوبة في فهم اللغة واستعابها. وناخد بالنا من كلمة استعاب اللغة. يعني الحتة دي الاستعاب اللغة اللغة الاستقبالية قائمة على استعابها وفهمها. فهم اللغة. طيب. فيها لا يستطيع الطفل التعاوف على الاشياء او فهم المعانيها. ما يكون طفل عندنا عنده مشكلة في اللغة الاستقبالية. اه بالنسبة له ما بيستطيعش التعاوف على الاشياء. احيانا لا يفهم الطفل ما يقال له. جميل? يعني ده من الاشياء الاساسية في اللغة الاستقبالية. طيب ما ظهر الطابط في اللغة الاستقبالية الفشل في الانتباه ما بينتبهش بصورة جيدة لانه عند مشكلة في السامع او في اللغة الاستقبالية صعوبة في اتباع التعليمات مش قادر يتباع التعليمات هو اصلا لغة الاستقبالية عنده فيها ايه مشكلة عنده مشكلة في العجز على تعلم معاني الكلمات الحتة دي مهمة جميل طيب اللغة التعبيرية بقى اول حاجة فيها عدم قدرة الطفل على التعبير عنده مشكلة في التعبير التعبير عن نفسه التعبير عن احتياجات وهكذا الطفل اللي عنده مشكلة في اللغة التعبيرية بيتميز بالانسحاب يعني الحدوء ده بالنسبة له مش حدوء راجع ان هو هادي بطبيعة هو غير قادر على التفاعل مع ايه مع الاخرين طيب يتميز بصعوبة في اختيار واسترجاع الكلمات برضو ما بيلاقيش الكلمات اللي عايز يعبر بيها وبرضو بعض الارحاس قالت ان الناس اللي عندهم مشاكل في اللغة التعبيرية ما بيقدروش يوصلهم بقموس الكلمات اللي عندهم داخل العقل او المخ بالطريقة السليمة فيه كده حلقة مفقول عندهم عجز في بناء الجمل ده شيء اساسي عنده مشكلة في بناء الجمل عشان كنا عنده مشكلة في الترباط عنده مشكلة في اللغة التعبيرية ومصاب بالترباط اللغة التعبيرية